السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه اتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية عدكم مبارك بإذن الله وربنا يجعل عيامكم كلها سعادة وهنا وفرح يا رب ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض عجينة البيتفور عجينة مضمونة مليون في المية وهنزينه مع بعض بطرق مختلفة تابع بس معي الفيديو للآخر ومتنسيش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركة يلا بينا نسمي الله ونبتليف مقدرنا معي هنا خمس اكواب من الدي اي ومتين وخمسين جرام من السمنا البلدي اللي حضرناها في الفيديو اللي فات هسيبلكم ان شاء الله اللينك في سندو الوصف وكمان متين وخمسين جرام من الزبدة معي كمان ثلاث بيضات وعليهم صفار بيضة ويكون الحجم بتاعهم متوسط وبدرجة حرارة المطبخ وكوب من السكر البودر ويكون منخول كويس معي اتنين بكت من الفانيليا هورديكم دلوقتي النوع اللي استخدمته ده دي ايه دوبيلة حلوة قوي لعجينة البتفور هو بيكون مخصص للكعك والبسكوت بس بيطلع معي عجينة البتفور حلوة قوي ويلا بينا نشوف هنعمل اي معي هنا الكعبة بتاعتي هضيف فيها دول متين وخمسين جرام من السمنا البلدي اللي عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات عيرت الكوب ازاي سيحت السمنا الاول بعد كده عملتها في الكوب المعياري حوالي متين وخمسين جرام وكمان زيها الزبدة بعد كده دخلتهم التلاجة علشان يكونوا بدرجة حرارة التلاجة زي ما انتم شايفين كده بعد كده هضربهم لغاية ما ياخدوا اللون اللي هو الاصفر الفاتح ويكونوا عاملين اه فم كده حلو ممكن تستخدمي الزبدة بس لكن لما بتعملي ماكسما بين الزبدة والسمنة بتخلي عجينة البتفور هاشة وحلوة قوي كل شوية كده بحاول ان انا انزل كل اللي على اطراف الكبة عشان اتأكد ان كل الزبدة والسمنة اه اتخفقوا كده كويس مع بعض زي ما انتم شايفين ده القوام واللون كمان اللي عايزة اوصل له هنا بقى هضيف السكر البودر ده كوب هرم كده مليان من السكر البودر المنخول المعيار اللي استخدمته في معدير النهاردة هو مج الشاي العادي او الكوب المعياري والكوب المعياري بيكون بساعة 250 ملي وبيطلع معاك المقدار مزبوط جدا وزي ما قلتلكم كل ديتين بحاول ان انا انزل اللي على الاطراف علشان اتأكد ان كل المكونات اتخفقت مع بعض كويس جدا لما بضيف السكر البودر على السامنا وكمان الزبدة بستمرك كده في الخفق لمدة خمس دقايق بعد كده هضيف اتنين باكت من الفانيليا البودر وما ينفعش هنا اننا نستخدم الفانيليا السيلة هخفق كده حوالي نص دقيقة بعد كده هنزل بالبيض هتنزلي بالبيض بيضة بيضة يعني مش هننزل بيهم كلهم مرة واحدة بتنزلي باول واحدة لغاية ما تختفي تماما بعد كده بننزل بالبيضة التانية وهكذا لغاية ما نخلص كل الكمية يلا باي كده حطوا لي لايك على فيديو النهاردة وحباب الجداد في القناة اللي لسه مش مشتركين انزلوا تحت هتلاو كلمة اشتراك باللون الاحمر او كلمة سبسكرايب اضغطوا عليها وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد باشعاراتي بعد كده على الدي ايه نخلته كويس جدا هنزل عليه بزرة من الملح زي ما انتوا شايفين وهقلب الدي ايه مع الملح كويس جدا هفض بقى هنا الخليط اللي كنا عاملينه في الكبة شايفين بقى هنا القوام بيكون اقرب كده للكريمة وهو ده القوام المزبوط اللي انا محتاجا بعد كده هنزل بكمية الدي ايه كلها مرة واحدة وهنا مش هنعجن ابدا في البيتيفور احنا يا دوبك هنلم كده العجينة يعني بتحاولي انك تجيبي من تحت لفوق زي ما انتوا شايفة كده بالزبط يعني احنا مش عايزين عجن في البيتيفور علشان الزبدة والثامنة ما يفصلوش مع الدي ايه زي ما انتوا شايفة كده قلبي من تحت الفوق في الاول كده بتلاقي العجينة بتلزق شوية لكن لما بتلميها بتتلمي معاك بكل سهولة وزي ما قبتلك متاجينيش علشان حرارة ايدك هتخلي العجينة تفصل من الزبدة هنا خلاص العجينة اتلمت معايا كويس جدا هسيبها بقى ترتاح في التلاجة لمدة ربع ساعة بعد كده هنشكلها معايا هنا الكيس الحلواني بعد هنا وكده ده هنا خفيفة من الزيت بعد كده بنزل بكمية من عجينة البيتيفور وما بكترش علشان اعرف اضغط كويس وما تكونش تقيلة على ايدي فصانية بقى عندي اللي هسوي فيها مش مدهونة اي مادة دهنية ولا اي حاجة هبتدي ان انا اضغط بقى بالكيس الحلواني هشكل زي ما انتم شايفين بالطريقة دي هشكل كل الكمية مرة واحدة وما تخفيش البيتيفور مش هيفصل منك الزبدة لان احنا هنا مستخدمين الزبدة وكمان لسامنا بدرجة حرارة التلاجة فما تلاقيش امشي بس على الخطوات اللي قلتلك عليها وان شاء الله يطلع ناجح معاك وممكن في اثناء التشكيل تلاقي كده واحدة مش مزبوطة عادي بتشيليها وبتشكلي مكانها تاني وممكن تك كمان تغيري شكل التوب اللي بتستخدميه مع الكيس الحلواني وتطلعي برسمة تانية خلص زي ما انتم شايفين ده شكل تاني من اه البتيفور يدوبك كده بتتغطي الضغطتين وفي الاخر بصبع كده بتساوي سطح البتيفور زي ما انتم شايفين دلوقتي هعمل معاكم العجينة اللي بتكون اه زي الشوكولاتة بضيف هنا اه معلقتين كبار كده من الككاو الخام ويكون نوع نظيفة علشان توصلي للون اللي انت محتاجه وبرضو ممكن تزاويلي عن المعلقتين لغاية ما توصلي للون اللي انت عايزاه بشكل كل الكمية بلطرية دي وبضيف كم واحدة بيضاء كده علشان وقت التسوياء اشوف منها بعد كده بدخلو الفرن على درجة حرارة مية وتمانيين على الرفق التاني من تحت ما باش هغسل شوية غير في اخر خمس دقيقة علشان ياخد لون ده بفاتح بعد كده بخرجو من الفرن بعد كده هحرقو من مكانه زي ما انتم شايفين بالشكل ده بتحرك معايا بكل سهولة بحرقو علشان ملزعش من فلسطينية شايفين بها اللون الجميل بتاع البتيفور واخد لون ده بفاتح حلو قوي انا من النوع اللي بيحب البتيفور يكون واخد لون مش اللي هو البتيفور الابيض لكن ده شيء يرجع لرغبتكم في التسوياء لكن عمتا خليه واخد لون حلو معاك شايفين بقى الشكل بتاع البتيفور مظبوط جدا ما فرش فلسطينية ولا اي حاجة بعد كده هنقله على صانية تانية وهسيبه يبرد تماما لما بيتعرض للهوا بينشف كده وبيكون هش من برا وحلو قوي دلوقتي بقى هزينه معاكم بكم فكرة معايا هنا الشوكولاتة وكمان الفارماسال ومعايا سوداني مجروش وكمان الفستق ممكن تزينيه باي نوع من المكسرات زي ما اه حبي اه دايما بقولكم ان التسجين ده بيرجع لرغبتك بعد كده معايا ورق زبدة بفرشه كده على الصينية علشان هنوزع عليه البتيفور بعد ما زينه بالشوكولاتة هبتدي ان انا احشي البتيفور زي ما انتم شايفين وبنزله في الشوكولاتة من تاني لغاية اه النص كده وبعد كده بغمسه في اه المكسرات اي نوع بها انت حبيه زي ما اولتلك بيطلع معاك بالشكل الحلو ده وبرصه على ورق اللده وبسيبه اه لغاية ما الشوكولاتة تعمل كده عليه والزينة بتاعته تمسك فيه زي ما انتم شايفين اه هنا برضو لو انت حابة تحشيه بالمربة ما فيش مشكلة لكن الشوكولاتة بتخلي البتيفور يفضل معاك يمدة اطول محتفظ بالقرمشة بتاعته اه انما لما بتحشيه بالمربة بتخليه يطرى بعد يوم او اتنين وبردو زي ما قلتلك التزيين بيرجعلك اه زي ما انت حابة لكن انا هنا بديكي شوية نصائح علشان تطلع الوصفة مزبوطة معاكي معايا كمان شوكولاتة بيضاء دوبتها على حمان بخار هزين بيها اه البتيفور اللي باللون البني زي ما انتم شايفين علشان تكسر كده اللون معايا بيطلع الشكل حلو زي اللي بنجيبه من اه المحلات بالزبط يعني الجد التشكيل اه سهل جدا ممكن تطلعي فيه كل افقارك هيطلع معاكي اشكال حلوة اوي وهتبديعي فيه اتمنى ان شاء الله تجربوا البتيفور بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم وهيطلع حلوة اوي من اليكم وهينافذ كمان بتاع اه المحلات هزين كل الكمية اللي معايا وهسبها لغاية ما كمان الشوكولاتة تمسك عليها مع المكثرات وده الشكل النهائي اللي بتفور بتاعنا بعد ما زيناه وكمان ممكن تسيب منه السادة هيكون حلوة اوي بنروزه كده على صينية التعدين بالشكل اللي انتم شايفينه ده بجد كان تحفة جدا وكان روعه وطعمه حلوة اوي وكان هش وجميل اتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وان شاء الله هيعجبكم اشوفكم على خير ان شاء الله الوصفة الجاية لكن قبل ما تخرجوا من فيديو النهاردة حطوا لايك على الوصفة وما تنسوش الاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين انزلوا تحت هتلاقيوا كلمة اشتراك باللون الاحمر اضغطوا عليها وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد بفيديوهاتي بشكركم جدا على دعمكم وعلى اشتراككم في القناة وكمان على تشجيعكم شوفكم على خير ان شاء الله الوصفة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته